السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم في الجلسة الخامسة من مساقض المتقدم في التحكم بالذراع الروبوتية سيتم تخصيص هذه الجلسة للحديث عن التغذية الأمامية سنقوم بداية بشرح مفاهيم وأساسيات في التغذية الأمامية Feedforward وفرقها عن التغذية الخلفية Feedback ومن ثم سنسقط هذه المفاهيم على تطبيقنا الخاص بالذراع الروبوتية بعد ذلك سنرسم بنية متحكم التغذية الأمامية بشكل مخطط صندوقي ونضيف إليها بنية التغذية العكسية أيضا وسنستطرد بفقرة عملية لتحليل وقياس تشويش الناتج عن الجاذبية الأرضية في المفصل الثاني ولاستخدم هذا التحليل لتصميم وتحكم التغذية الأمامية لتعويض هذا التشويش في المفصل الثاني وتحسين استجابة التحكم وأخيرا سنقارن ونناقش نتائج المحاكات في الفقرة العملية ونعقب على الخطوات التالية المطلوبة للوصول للمتحكم الموافق لمتطلبات الزبون ترجمة نانسي قنقر